رفضت ميليشيات الحوثي حكما للمحكمة العليا بإلغاء قرار تعيين رئيس جامعة إب الخاضعة لها عميدا لكليتي الطب البشري وطب الأسنان بالمخالفة لقانون الجامعات اليمنية في تحدي واستهتار بالقوانين وترسيخا لسلوك الفوضى الذي تنتهجه في مناطق سيطرتها وذكرت مصادر أكاديمية أن قيادة الميليشي بالمحافظة وبدلا من الانصياع للحكم القضائي بإلغاء قرار تعيين عميد لكلية طب الأسنان بعدما تأكد عدم قانونيته ألقت بالحكم عرض الحائض ومررت قرارها اللاغي كما أصدرت بعد ذلك قرارا مماثلا ينصب العميد ذاته على كلية الطب البشري أيضا وأظهرت النسخة المسربة من وثيقة حكم المحكمة العليا أن الرئيس جامعة إب الدكتور طاريق المنصوب أصدر في أكتوبر 2018 قرارا بتعيين الدكتور مختار الدمين عميدا لكلية طب الأسنان في الجامعة بالمخالفة لقانون الجامعات اليمنية الذي يشترط في عميد الكلية أن يكون حاصلا على الدكتورة ودرجة أستاذ أو أستاذ مشارك إلى جانب خبرة ست سنوات في العمل الأكاديمي والإداري وهما لم ينطبق على الدمين الذي تبين أنه ليس حاصلا على درجة أستاذ أو أستاذ مشارك اشتركوا في القناة